من هنا صرنا بصدد امضاء هذه القراءة ووقفنا عند الروايات في هذا المجال الرواية الاولى الرواية الثانية والرواية ماذا الثالثة وقلنا المعتمد من هذه الروايات هي الرواية ماذا هي الرواية الثالثة التي قرأناها للأعزة على ما فيها من اشكال في السند الذي اشرنا اليه وهي انه قرأ رجل على ابي عبد الله وانا استمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس فقال ابو عبد الله عليه الصادق ابو عبد الله الصادق عليه السلام ما كف عن هذه القراءة اقرأ كما يقرأ الناس اقرأ كما يقرأ ماذا يقرأ الناس هذا الحديث اعزائي ذكرنا للاخوة قلنا بانه عندما نأتي الى هذا الحديث توجد فيه احتمالات ماذا ثلاثة الاحتمال الاول ان القضية الشخصية هذا الشخص قال له اقرأ في منطقتك ومدينتك كيف يقرأون ايضا ماذا اقرأ كما يقرأون اذا هذه تنفعنا شيء اعزائي ولا تنفعنا لا قيمة لها اعزائي القضية الثانية هي انه اقرأ كما يقرأ الناس بنحو القضية الخارجية يعني ماذا يعني في عهد الامام الصادق سنة مية وثلاثين واربعين هالحدود ما هي القراءات التي كانت موجودة هذه هم تحتاج الى ماذا احراج نذهب ونتحقق ما هي القراءات التي كانت في ذلك الزمان حتى ماذا حتى نقرأه القضية الثالثة او الاحتمال الثالث ان الامام سلام الله عليه لا يتكلم بنحو القضية الحقيقية يقول اي قراءة بعد ذلك صارت مشهورة متعارفة بين المسلمين فهي ماذا اقرأها كما يقرأون عند ذلك تكون شاملة حتى للقراءات التي وقعت بعد من ها بعد الاعمة عليه يعني بعد القرن الثالث الذي او في القرن الثالث مثلا وصحيح ان الاعمة لم ينظوها هي ولكنه قضية ماذا قضية حقيقية هذا الهذي الاحتمالات الثلاثة لها معين او ليس لها معين ها لها معين او ليس لها مرجح او ليس مرجح ابدا لا يوجد لا يوجد اي مرجح ان نقول مراد الامام الاحتمال الاول مراد الامام الاحتمال الثاني مراد الامام الاحتمال ماذا الاحتمال الثالث خصوصا التفتولي جيدا عزائي خصوصا اذا راجعنا كلمات جملة من الذين تتبعوا هذه المسائل نجد انهم هكذا يقولون هذا سيد العامل يا عزائي في كتابه مفتاح الكرامة في جرق واعد العلامة اللي هي طبعة مؤسسة النشر الاسلامي المجلد السابع صفحة 214 عزائي وظيفة المكلف كتاب الصلاة وظيفة المكلف في القراءات السبع والعشرة التفتوا جيدا يقول وقد كان الناس بمكة على رأس المئتين يعني بعد الامام ماذا بعد الامام الصادق يعني في عهد من في عهد الامام الرضا سلام الله عليه في عهد الامام الرضا وبعد ذلك وقد كان الناس على رأس المئتين على قراءة ابن كثير وبالمدينة على قراءة نافع وبالكوفة على قراءة حمزة وعاصم وبالبصرة على قراءة ابي عامر ويعقوب وبالشام على قراءة ابن عامر وفي رأس الثلاثمئة اثبت ابن مجاهد اسم الكسائي وحذف يعقوب وإلى آخر سؤال إذن الامام عندما يقول اقرأ كما يقرأ الناس يقرأ مولانا من هذن القراءة هذا اللي اني جعلني اقول ماذا الاحتمال الاول وهو انه لعله ده يقول للشخص كان من اهل الكوفة يقول لا اقرأ كما يقرأ وماذا اهل الكوفة او كان من البصرة اقرأ كما يقرأ ماذا اهل البصرة هذا الاحتمال وارد ما الى مرجح ولكنه قرأ عنده شخص على كذا فالامام قال له ما اقرأ كما يقرأ ماذا اقرأ كما يقرأ الناس يعني ماذا اعزائي يعني الان بينك وبين الله لو يأتيك شخص التفت لو يأتيك شخص يعيش في دول اوروبية مولانا والوضع يختلف ويسأل السؤال طبعا عندما يجيب الفقيه ده يجيب على ما هو حاله في تلك ماذا نعم لا يوجد في السؤال ولا ماذا ولا في الكتابة ولكنه القراءة الحالية كلها ده يجيب على ماذا نفس هذا الشخص لو كان في مدينة اخرى مولانا اسلامية او شيعية ماذا يقول له يقول لا وضعك الان ماذا ها يختلف الان انت هذا متوفر هذا متوفر هذا متوفر هذا متوفر هذا متوفر هذا متوفر ماذا الواضحي ولا الامام ماذا يبين لنا وهذه واقعا مشكلة عامة في كل الروايات مو بس هاي الرواية وهو انه بعض الاحيان ان الامام سلام الله عليه يأخذ بعين الاعتبار حال ماذا ها حال الراوي ووضع الراوي وزمان ومكان وجغرافية الراوي ولكنه ينقل الينا او لا ينقل لا ينقل فنتصور انه عام لكل زمان ومكان وظرف و وهذه مشكلة أساسية في عموم الروايات الواردة هذه بعد ليست مختصة طبعا قد يقول قائل سيدنا ونفسه هذه المشكلة واردة أين في القرآن الكريم لأنه في النتيجة لكل آية توجد ماذا أسباب نزول وشأن نزول إذن يقيد أو لا يقيد هذا بحث قرآني في محلي لابد أن نبحث ولكنه بحسب الروايات هذه المشكلة أعزائي موجودة ومن هنا التفتولي جيدا عزائي تجدون أن السيد الحكيم قدس الله نفسه في المستمسك عندما يصل إلى هذه الرواية وأمثال هذه الرواية في المستمسك الجزء الأول صفحة 244 يقول ومن هذا كله يظهر لك الإشكال في حمل النصوص المذكورة يا نصوص هاي ثلاثة أربعة نصوص التي أشرنا إليها حمل النصوص المذكورة وغيرها على خصوص قراءة السبعة عليها ستحملها تقرر لماذا يقول لصدورها عن الصادق والكاظم قبل حدوث بعض هذه القراءات كيف نقول أن الإمام قال اقرأوا بالقراءات ماذا بالقراءات السبعة وهذه القراءات متى وجدت أعزائي وجدت بعد الصادق والكاظم عليها أفضل الصلاة والسلام إلا إذا قبلنا أن الإمام دي يقول القضية ماذا القضية الحقيقية وهذا لا دليل على ممتنع ولكنه يوجد توجد قرينة أو لا توجد قرينة لا توجد قرينة قال قبل حدوث بعض هذه القراءات أو قبل اشتهاره ولا سيما قراءة الكساء فكيف يحتمل أن تكون مرادة بهذه النصوص يا نصوص أعزائي نصوص اقرأ كما يقرأ الناس إذن أعزائي الملاحظة الأولى الواردة على هذه النصوص على فرض تمامية ماذا سندها ولإطمئنان بصدورها من المعصوم أنها واقعا مجملة لا نعلم أن الإمام سلام الله عليهم ماذا يريد أن يقول يريد أن يقول خصوص القراءة التي كانت في زماني المشهورة في زماني أو خصوص القراءة المشهورة في بلدك أو 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 إلى غير ذلك وعندما لا يوجد معين لهذه القراءات إذن كيف ماذا كيف نستطيع أن نستند إلى هذه النصوص بعد تمامية السند وقبولي أنها صادر عما عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسر هذه هي الملاحظة الأولى على مجموعة هذه النصوص الملاحظة الثانية أعزائي هناك أصل كلي عام نطبقه على المقر ما هو الأصل وهو أنه إذا وجدت هناك ظاهرة هذه الظاهرة كانت على خلاف الأصل الأولي يعني ماذا يعني الأصل الأولي أن نقرأ القرآن باجتهاد حفص وعاصم وكساء وحمزة لأن نقرأ القرآن بقراءة رسول الله أي منهما الأصل الأولي يقول عقلان ونقلان وعرفان أنه فقرأوا ما تيسر منه يعني من ماذا أعزائي من القرآن يا قرآن أعزائي يا قرآن يا قرآن عندنا خمسين قراءة إلى عشرين قراءة عشرة قراءات يقول لا اقرأوه كما ماذا كما نزل على قلب الخاتم ذاك هو القرآن وإلا غيره قرآن أو ليس بقرآن أعزائي ليس بقرآن أصلا وإذا حمل عليه القرآنية فهو بالمجاز لا بالحقيقة وقرأنا بالأمس عبارات من عبارات الفقيه الهمداني قال بأنه القرآن المشخص بكلماته بألفاظه بحركاته برسمه لماذا لأنه نزل بلسان عربي مبين واللسان العربي المبين أعزائي فيه حركات تشكيلات رسم أو لا يوجد فيه نعم يوجد الأصل فيه يعني أفصح من نطق بالضاد فلا بد أن تكون إذن إذن أعزائي إذا كانت هناك قضية هذه القضية من حيث القواعد كانت شيء فإذا أردنا أن نخرج عن مقتضى ذلك الأصل الأولي ننظر إلى أهمية تلك القضية فكلما كانت القضية أهم وأكثر انتشارا وأدق كذا لابد عندما نريد أن ننهى عنها أو نؤيدها لابد أن يكون هناك حالة طردية بين الأهمية وبين عدد الرواية يعني أضرب لك مثال أعزائي القياس شاعة شاعة أين شاعة عزيزي شاعة في عصر أبي حنيفة وصاروا مولانا كذا وكذا الأئمة عندما أرادوا أن يقفوا أمام ظاهرة القياس والعمل بالقياس اكتفوا بإطلاق عموم رواية وروايتين لهم آت الروايات مولانا لماذا؟ لماذا؟ خوفهم أن هذه القضية هذا الأصل يتسرب إلى معارف الدين فيخرب ماذا؟ كل معارف الدين عزيزي بيني وبين الله إذا كان الأئمة بصددي إمضائي القراءات المشورة وهي على خلاف ماذا؟ على خلاف هل يمكن أن يكتفوا برواية وروايتين؟ أو لابد تكثر الأسئلة ممن؟ ها؟ من أصحاب الأئمة ويكثر الجواب ممن؟ من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وكل الذي قرأناه كم رواية أعزائي؟ رواية تيان ثلاثة إذن يحصل إطمئنان بأنها صادرة أو لا يحصل؟ لا يحصل لا أقل عندي والأمر عند الإخوة ممكن لأخوة يقول لا كافي عندما قال الكافي بالنسبة إلي كافي الأمر إلي ولكنه بالنسبة إلي هذا المقدار كافي أو غير كافي أعزائي غير كافي لأن يجعل لنا هذه القراءة التي وجدت كثير منها بعد عصر هؤلاء إلى إما يعطيها ماذا؟ ها؟ يعطيها مشروعية دينية أرجع وأقول مو مشروعية ماذا؟ لغوية البحث اللغوي ما بمشكلة إنما الكلام أين؟ أنت أقول بهذه القراءة ولا يجوز ماذا؟ شنو؟ ولا يجوز غيرها لأن القائلين أن هذه القراءات منضات إذن يجوز قراءة بغيرها أو لا يجوز؟ لا يجوز لأنه مساءل توقيفية أنت مو بيدك الآن افترض مالك وملك افترض ها؟ ملك عندك قراءة أنت تريد سوي قراءة ثالث يحق لك أو لا يحق لك عزيز لا يحق لك لأن الذي وارد في هذه القراءات السبع شكرا دموا لنا؟ ها القراءتين فقط فإذن أنت يجوز لك القراءة بهاتين القراءتين وما زاد على ذلك يجوز أو لا يجوز؟ لا خلاف ملامة لا يجوز بعد هو باعتبار أنه يتذني الجواب قاعدة الآن أضرب لكم مثال عزيزي الآن افترضوا أن السيرة العقلائية مو حجة افترضوا أنت الآن كثير حجية خبر الواحد حجية الظواهر بماذا تستند عزيزي؟ تستند بماذا؟ بالسيرة العقلائية هس لو فرضنا أن الإمام السيرة العقلائية ليست عنده حجة في فهم ماذا؟ ضواه هل يمكن أن يكتفي بالإطلاقات؟ أو لا بد أن يؤكد لشيعته ترى بابا هذا المتعارف هذا الأمر العقلائي حجة عندي أو ليس بحجة؟ ليس بحجة ومن يكتفي بالإطلاق؟ لأنه عموم الشيعة يلتفتون أو لا يلتفتون إذن عزيزي شوفوا الآن أهمتهم الآن إنت الآن عندك قانون في البلد إذا مهم القانون تجد في الإعلام يوميا عشر مرات يخلوا ماذا؟ في الإعلام حتى يصل إلى أكبر عدد ممكن وإلا لو يقول إحنا بلغنا القانون لمرة واحدة هم يصل إلا إلى 2% مؤلاء يصل إلى الباقيه لا يصل إذن هذا قانون في علم الأصول بعد هذا مو بحث هنا قانون في علم الأصول ذكروه جملة من الأعلام وهو حقيق وصحيح أعزائي وهو أن القضية ترتبط بماذا؟ ترتبط بأهمية الأصل كلما كان الأصل أكثر أهمية إذا أردنا أن نخالفه أو لابد أن يأتي الدليل طردياً يتناسب مع عمقي وأهميتي وارتكازية ذلك الأصل في ذهن من؟ لأن هؤلاء الشعم يعيشون مع عموم المسلمين أعزائي قمو منفصلين عنهم يعيشون مع عموم المسلمين والمن هنا استدلوا بسيرة المتشرعة استدلوا بسيرة العقلاء قالوا أن الإمام إذا كان يريد رافضاً للسيرة هاي المتشرعية أو أعفل للسيرة العقلائية كان ينبغي أن ماذا؟ أن يردع عنها كيف يردع عنها؟ يردع عنها بما؟ يناسبها مو أنه يردع عنها برواية ضعيفة السند هذا مكافية للردع كذلك في المقام هذا مضافاً طبعاً أن عندي أصل إشكال وهو أنه ثلاث روايات حتى لو كانت معتبرة سنداً مكافية فما بالك ماذا؟ ثلاث روايات ضعيفة ماذا؟ ضعيفة السند والشاهد على ما أقول التفتولي جيد شاهد على هذا الفهم أن علماء الإمامية لم يستندوا إلى هذه الروايات التفتولي جيداً وهو أنه إذا كان علماء الإمامية استندوا إلى هذه الروايات لإثبات إمضاء الأئمة لأي شيء لهذه القراءات أي قراءات عزيزي؟ إما القراءات المشهورة في زمانهم أو اللي صارت مشهورة إلى القرن ماذا؟ إلى القرن الثالث بعد أكثر من هذا ما عندك كان ينبغي أن الجميع ماذا يقولون؟ جملة واحدة يقولون تجوز القراءة بإحدى القراءات السابع ولا تجوز ماذا؟ غيره لماذا؟ لأن هذه هي الممضات ما عندنا غيرها إذا استندوا إلى الروايات الروايات ماذا أمضت أعزائي؟ أمضت حتى قراءتك الشخصية وقراءة الشخصية للقراءات كما يقرأوها الناس كما يقرأوها الناس يا قراءات عزيزي هذه الرسمية اللي كانت في زمانهم واللي كانت رسمية في زمانهم ياهي لا عاصم لا كسائي لا نافع لا لا الآن تعالوا معنا أعزائي التفتولي جيد تعالوا معنا هذا السيد صاحب الحروة بعد وأنتم تعرفون منهجه الروائي مسألة خمسين التفت جيدة يقول الأحوط القراءة في الصلاة اللي ده نقرأ سورة الحمد أو أي سورة أخرى الأحوط القراءة بإحدى القراءات السابعة إلى هنا قد يقول قال أنه الاحتياط شنو وجوبيا المتقدم هو يقول وإن كان الأقوى إذن هذا الاحتياط شيء يصير عزائي يصير استحباب خلص وإن كان الأقوى عدم وجو أقوى عدم وجوبها شيخنا سيدنا من أين جبت أنه لا تجب بهذه القراءة أي قراءة أخرى تكون منسجمة مع قواعد اللغة العربية خلص يعني أي قراءة أنت من حقك أن تستحدثها الآن وماذا عزيزي وتقرأ بها بشرط أن لا تنافي قواعد اللغة العربية لأن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين فلا يمكن أن يقرأ ماذا بخلاف القواعد العربية ولهذا قال بل يكفي القراءة على النهج العربي وإن كانت مخالفة لهم في حركة حركة بنية أو إعراب ونحب إذن استندوا إلى الروايات أو لم يستندوا أعزيزي لم يستندوا إلا لو استندوا لقالوا بأنه لا لابد أن تكون تلك القراءات المعروفة السبعة أو الثلاثة أو المحرزة في زمانهم بنح أي نحو من الأنحاء الذي أشاروا إليه ولهذا السيد الحكيم يقول بل مقتضى النصوص اختصاص الجواز بما يقرأه الناس في ذلك الحاصر لا غير أبو السبع قراءات ما يقبل السيد الحكيم يقول مقتضى الروايات أي قراءة مو القراءات السبع مو القراءات التي وجدت بعد الصادق والكاظم يا قراءة القراءة التي أحرزنا أنها موجودة في عصر من إذن أنت جنابك أولا قبل ما تدخل إلى كتاب الصلاة وباب القراءة لابد تبحث بحثا في علوم القرآن يا قراءة كانت مشهورة في عهد من في عهد الصادق والكاظم هذه عبارة يقول بل اختصاص الجواز بما كان يقرأه الناس في ذلك العصر لا غير فيشكل الشمول لبعض القراءات السبع إذا لم يعلم أنها كانت متداولة وقت ترجمة نانسي قنقر